فكيف تكون مقبول امام الله ايو عقل انك انت بتصوم وبتخضع الله ايو عقل انت بتقدم تقدمات وانت عم بتجذب وبتخبي ايو عقل انه الناس عم بتموت شمال ويمين حواليك وانت مش عم تشهد لنفس وحدة ايو عقل انك تعيش وتموت وكل حياتك مركزة على الانينية وعلى الذات الله يرحم صدقوني لازم نعمل كتير جنازات للمؤمنين في هالأيام ونقول الله يرحم فعلا احبائي الرب يرحم فانا بدعوك اليوم فعلا تيجي للرب متل ما انت بيقبلك وبيدعوك لكن عشان تتغير كيف اجي لازم اعترف بخطيتي لازم اتوب عن خطيتي لازم اقامن اؤمن بيسوع اللي بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه مش ممكن حدا يجي للرب بدون ايمان ثم احبائي اضع ثقتي في المسيح بعمله الكامل على الصليب موته وقيامته ايضا واثبت في يسوع المسيح اظهر الاعمال الصالحة اترجمها باقوال واعمال حياتي تصبح يسوع المسيح على الارض اكون شبهه واعمل اعمال الله حبائي هاي دعوة لكل واحد انه فعلا تعترف بخطيطة تقول يا رب ارحمني انا بتوب اليوم عن بر الذات اللي انا عايش فيه اقبلني لمجد اسمك والرب بيقبلك وعلى فكرة منحب نسمع منك